أتعلمون أن في السودان صراع على الموارد الطبيعية هو الأول من نوعه بحسب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كيمون مع أن السودان يمتلك مسطحات مائية عملاقة وخزانات جوفية هائلة إلا أن الأطراف المتنازعة في السودان أضاعت حتى الماء وليس فقط الثروات والذهب في القتال والاختلاف مما لفسد النهضة إلى ضعف شبكة المياه وسوء الإدارة وغياب الإرادة السياسية ترك نحو نصف سكان البلاد عطشة بدون ماء شرب نظيف لهم ليشربوه بحسب الأمم المتحدة واليونسيف الأمن المائي في السودان ومهدداته وخطط مواجهة الإجهاد المائي نناقشه في حلقتنا لهذا الأسبوع الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمياه أهلاً وسهلاً لكم دعونا نستعرض سريعاً بالأرقام والحقائق واقع الأمن المائي في السودان في التقرير التالي ونعود لنفتح النقاش مع ضيوفنا الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومعنا للنقاش في هذا الملف من الخرطوم المستشار في هيئة مياه ولاية الخرطوم السيد ردوان يوسف والخبير البيئي دكتور عيسى محمد وضيفنا في الأستوديو المدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للابتكار وهو أيضاً مدير سابق إقليمي لمنظمة الفاو في شمال إفريقيا مايكل الحاج أهلاً وسهلاً بكم جميعاً ضيوفي أبدأ معك سيد ردوان يعني السودان دولة غنية بالموارد المائية ولكن نصف السكان يعني عطشة كيف تفسر ذلك؟ سيد رحيم السلام عليكم نبدأ أن نشكر غناطة الحرة على الاستضافة ونتمنى أن الناس تكون توصي الرسالة بصورة كويسة محور الحلقة اللي بيتكلم عن أصلاً شوح مياه أو نقص في الامداد المياه أو عدم صحة المياه ده ممكن تكون تغارير يعني هي مرصودة لفترة ممكن تكون تغارير فيها جانب كبير من الصحة ممكن تكون تغارير فيها تمثيل لأوضاع البلد بصفة بالذات الفترة الماضية نحن في هيئة مياه راتر الحرطوم ممكن نعتبر بكل المغيس أنه بلاد الحرطوم ممكن تعتبر كغطر مسقر يعني فيها كسافة سكانية عالية فيها تمثيل لكل السفارات والوزارات تعذرني السيد ردوان ولكن سأنتقل هذا السؤال لسيد عيسى يبدو أن هناك مشكلة في الصوت سيد عيسى يعني هل هناك سبب منطقي في وجهة نظرك لأن يكون نصف سكان السودان يعانون من العطش؟ شكراً جزيلاً لقناة الحرة وبسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا أعتقد أن مشكلة المياه في السودان لا تنفصل عن مشاكل الخدمات الأخرى في البلاد وهي مشكلة تراكمية منذ الاستقلال في أنه لم تكن هناك خطط كافية للتوسع في محطات المياه لسقيا السكان وما حدث أيضاً في السودان من نزوح وهجرات من الريف إلى المدن لم يعطي أيضاً فرصة كبيرة لموضوع التخطيط للتوسع في المياه المياه الشرب للجميع والمسألة دي مرتبطة أيضاً بموضوع الإرادة السياسية يعني يعني يكاد يكون منذ الاستقلال وفي الفترة الأخيرة طبعاً التفاقم صار أكبر وأكبر لكن منذ الاستقلال لم تكن هناك يعني الإرادة السياسية لإحداث تغيير كبير أو تطور كبير في موضوع إمدادات المياه بالنسبة لمدن وقرى السودان المختلفة أنا ما أتكلم عن العاصمة فقط العاصمة طبعاً حاجة خاصة لأن العاصمة طبعاً حصل عليها ما حصل خلال ثلاثة فترات هي فترة الجفاف والتصحر في الثمانينات أدت إلى أنه يكون في نزوح كبير إلى الخرطوم وسكن عشوائي وبعد كده صارت خطة إسكانية في أوائل التسعينات كارثة على العاصمة هذه الخطة كانت هي السبب في أنه لا تستطيع الحكومة أن تقدم الخدمات الأساسية بصورة جيدة للسكان لأن التخطيط أو الخطة الإسكانية كانت خطة بتاعت بس توزع منازل توزع أراضي للمنازل ولكن دون أي بنيات تحتية أو خدمات ضرورية للمناطق السكانية طيب بالعودة لك سيد ردوان سيد عيسى ذكر نقطة مهمة هنا وهي أن العاصمة لم تكن مهيئة في السودان مع أنه حتى هناك المواطن السوداني يدفع تكاليف المياه النظيفة يدفع تكاليف الكهرباء ولكن أغلب السودانيين يعانون من مشاكل انقطاع الكهرباء طيب إلى من هنا يشتكي المواطن السوداني في وجه التضارك طيب نرجع للنقطة ثانا عشان ننطلق من النقطة دي نفس الكلام الذي ذكروا للدركتور بأن النزوح السكاني والأشياء الممكن تكون هي في اعتبارات الناس بأنها هي مؤثرة على الخدمة في صفة خاصة يعني أنا ممكن أقول الإحصائيات التي توضح من الفترات من 2014 لحد تاريخ الليلة في أن التداد السكاني والأشياء الممكن تكون صورة مضطردة جدا نحن كنا نضاف حساباتنا في الأول أنه الإمداد الماء بالنسبة لأنه لا يجب أن يكون محسوب حسب المنطقة الصلاحة العالمية أنت يجب أن توفر نصيب معين من الليترس للشخص في اليوم يسمى نصيب الفرد إذا كان في بعض الرحيان يكون غير محسوب أو تزايد شديد جدا في التداد السكاني وإنت تمت بنفس الكميات التي تنتجها محطاتها نحن كنا نقول محطاتنا تنتج الريتر التي تشتغل به ممكن يكون كافي جدا في الفترات قبل 2013 بعد ذلك بدأ نزوح للأسباب وممكن تكون أغلبة سياسية تغيير مناخي الخرطون بيقى جاذبة الريف بيقى شوية الحركة فيه أو التحصين فيه أو العيشة فيه صعبة زاد النموة السكان في صورة سافرية جدا خلت الناس قدر أن يحاول أن يوفق مع بين الحاجات كان في صعوبة شوية أما الليلة بالزادة في الوضع الحالي بالنسبة ليلة حصل تطور في بعض المحطات حصل تطور في بعض المحطات دخل عالي وحصل تطور بحفر أبار جوفية عادت مقدر جدا في الفترة بين الفرعة 18 لحد الليلة زادت نسبة الانتاج في الولايات بصورة ممكن تكون نوعا ما موضيح لكن لنفس الوضع الكلام الأول نعم 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 طيب دعوني أنتقل لضيفي هنا في الاستوديو سيد مايكل من خلال خبرتك وأنت زرت السودان أيضا كما كنا نتحدث قبل الحلقة يعني ما هو تقييمك هنا لمستوى الإجهاد المائي في السودان وهل يجب أن يدق السودان هنا ناقوس الخطر أولا شكرا لإستطافتك أستاذ عريج ومجد التحية للزميلين من السودان وإلى المشاهدين الكرام بالواقع المشكلة في السودان هي مشكلة تراكمية والحل يبقى واحد هو بوضع سياسي موحدة لكل الوزارات التي تتعطى بشؤون الناس خاصة متعلق بالمياه يعني وزارة المياه وزارة الزراعة وزارة الصحة ومن جهة أخرى كل الوكالات الدولية المعنية مثل اليونساف مثل اليونسكو مثل الفاو وغيرها من المنظمات المعنية لحتى يكون فيه تآذر في المشاريع لحتى كل الإمكانات المتاحة يتم تصويبها إلى أهداف ممكن تحقيقها وبسرعة ليكون في عملية التراكم تأخذ منحة آخر من تراكم المشاكل إلى تراكم النجاحات وتراكم الحلول لأجل الوصول إلى أمن مائي في السودان وهذا ما يستحق كل مواطن سوداني طيب سيد مايكل في مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك عن مؤتمر المياه هل بتعتقد أن الأمم المتحدة هنا ملتزمة التزام كامل هي والأعضاء والدول الأعضاء بإيجاد حلول وصيغ لمساعدة الدول مثل السودان مثلا يعني النية موجودة طبعا أجمل الالتزام هنا الالتزام يعني بيبين من ما هي الخطوات المتوقعة أو المتوخات من هذا الاجتماع الذي سيعقد في نيويورك أعتقد ابتداء من يوم غد يعني الأهداف اللي حطينا أهداف خجولة يمكن القول عنها وغير طموحة لأنه بعدنا عم نحكي بإمكانية كيف يعني الوصول إلى المعلومات المفيدة بالنسبة للمسؤولين على قطاع المياه كيفية توزيع المعلومات بشكل سريع يعني بعد ما وصلنا إلى المكان التنفيذي العملي اللي بتطلب وجود الخطط بتطلب وجود التمويل والجهات القادرة على تنفيذ المشاريع إذن نحن بالنسبة لتنفيذ أو تطبيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الرقم 6 اللي هو معني 20% يعني نحن مفروض كنا وصلنا إلى أشواط متقدمة أكثر في السودان وفي عديد من الدول الأخرى بحلول العام 2013 أعود لك سيد رضوان يعني بالحديث عن هذا المؤتمر ما الذي يتوقعه السودان وما هي الاستفادة التي يتوقعها السودان من هذه المؤتمرات الدولية المؤتمرات الدولية بصفة عامة أنا بالنسبة لي بتحكس الواقع لأي بلد وممكن يكون الناس بتصل فيه لمراحل بتاعات تنفيذ البرامج المقترحة والحلول على أرض الواقع بسيفة خاصة نحن في هيئة ميلاة الحرطوم ووضعين كل الخطط ووضعين كل الاستراتيجيات التي تنمي المرفق من زيادة وجودة لإمداد ماء لولاية الحرطوم وكل الدراسات وكل الخطط التي ترفعها وتعملت وجدت بعض التعصر أو كثير من التعصر بالدليل أنه بأعدم تنفيذها لحد الليلة الأخر مستضاق عندك في الستوديو شابه يتكلم عن أنه في تعتيم على بعض المعلومات أو في بعض المعلومات غير مكتملة الكلام هذا غير صحيح أنا بأعتبر أنه أي معلومة وطلوبة في المرفق بتاعنا نحن بالذات بالعكس بمجال الهندسي في المجال التنموي في مجال التطوير إحنا قاعدين نعقد مؤتمرات وقاعدين نشارك في اليوم العالم للمياه اللي يقام في الخرطوم في كل سنة بورقة ضافية جدا بتوضح كل المراحل اللي وصلنا لها والمراحل المقترحة والحلول والمشاكل وقاعدين نعترف للناس بأنه عندنا غصول في واحد نين ثلاثة أربعة والحلول بتاعاتنا المقترحة واحد نين ثلاثة أربعة كل المستندات والأوراق واللي تقدمت من اقتصاصينا الموجودين في العاية طيب سيد مايكل لديه هنا تعليق يعني السودان يفتقر حتى سيد ردوان إلى المعلومات الموجودة على وسائل الإنترنت يفتقر لهذا الأمر هل لديك تعليق هنا سيد؟ طبعا أنا بالنسبة للمداخلة الأولى اللي عملتها عم بحكي عن أهداف المؤتمر في نيويورك بصورة عامة وليس بما يتعلق بالسودان فحسب يعني المؤتمر في نيويورك معني أنه يوجد سبل لتوزيع المعلومات حول التجارب الناجحة حول الاستفادة من الخبرات الموجودة على السعيد العالمي وليس عما يدور في الخرطوم أو خاصة منطقة الخرطوم تحديدا فهذا لم يكن القصد من كلامي أبدا هو ذكر نقطة أن المعلومات موجودة المعلومات عن الداتا والمعلومات التي تتحدث عن الجهد المائي أو وضع المياه في السودان هي موجودة ومتوفرة للجميع وهم يقومون بعمل مؤتمرات المعلومات موجودة إنما القدرة على تنفيذ المشاريع غير متوفرة إذا أخذنا بصورة خاصة التمويل الأخضر من التمويل أو من Global Environmental Facility أو من الصندوق الأخضر للتنمية الذي نشأوا عن مؤتمر باريس إذا أردت هذه الصندوق تعمل بمبدأ المشاركة يعني على الدولة المستفيدة أن تضع مثلا عشرة ملايين دولار مقابل كل مليون دولار من التمويل الخارجي الأخضر للتنمية المستدامة التي تحطيك أهداف المنشودة إذا على المسؤولين في الخرطوم وإذا كانت أعتقد كمان ما أشار له السيد عيسى هو تضافر السياسات أو المسؤولين يكون في تضافر بين المسؤولين السياسيين في البلد ليأخذوا قرار أننا مسألة المياه تنقل بالخرطوم ما نعطيها الأولوية الأولى سنضع إمكانياتنا لحتى نقدر نحقق هذه الأهداف وهذا الذي كنت أقوله أنه يكون فيه نجاحات تراكمية على مستوى معين صغير ومع الوقت تصفى تمتد إلى مساحة الوطن طيب دعني أنقل هذه النقطة لسيد ردوان ما هو وضع السودان هنا في حالة المياه يعني تحديدا باختصار إذا سمح سيد ردوان الوضع بالنسبة للإنتاج ممكن يكون فيه قلة في الإنتاج وفيه طلب زيادة على المغاية لأنه نحن ذاتنا أغلب المصادر عند المصادر النيلية بيكون حتى الإنتاج فيها سيد نقول يعني فيها فترات النيل بيكون حسر فترات الفيضانات فترات بيكون وفي كل مرحلة من المراحل خلالها العام بيختلف الوضع بالذات في الصيف بيكون في الشعف المياه نسبة له أنه مصادر بيتقيل شوية حتى الأبارة جاء فيها بيتقيل ممكن نقدر نغيم الوضع بأنه وضع مستغر لكن منها ساتسفايت يعني الناس لما انتصموا ساتسفاكشن بيكون أنت لابترات الناس كلها كواليتيان كوانتيتي الحاجة دي ممكن تكون ما وصلت نسبة عالية جدا طيب سيد عيسى يعني هناك حاليا عدد من محطات المياه في السودان يعني هناك محطة بري محطة بحري محطة المقرن هل هذه المحطات للمثال فقط هل هذه المحطات تكفي لست حاجة السودان يا ستي المحطات لوحدها أصلا هي حتى لو المحطات كانت كثيرة العملية متكاملة لا يمكن أن نجزئها يعني لا بد أن يكون هناك مورد كافي للماء ثم لا بد أن تكون هناك قدرة على ضخف هذا الماء إلى محطات تنقية تقوم بتنقية هذه المياه ثم تكون هناك شبكة كافية لتوصل هذه المياه إلى الناس في المؤسسات والبيوت المسألة المتكاملة فيها خلل كبير جدا فيها خلل كبير جدا وأنا ما أفتكر أنه نحن مفروض أن نتحدث عن العاصمة فقط نحن نتحدث عن السودان كله السودان كله فيه موارد مياه يمكن تكون كافية إذا نحن قدرنا نستغلها صح لكن أنا أرجع وأقول المياه جزء من منظومة الدولة طيب ما مشاكل هذه المحطات يا سيد عيسى ما هي مشاكلها المشاكل هذه المحطات أول حقيقة ما عندها إمكانيات للتنقية الصحيحة هذه المشكلة هنا يعني أنا ما بقول أنه في نقص في الكوادر الكوادر السودانية موجودة وبيضعوا الخطط وبيضعوا الاستراتيجيات موجودة سواء كانوا الناس في الخارج أو في الداخل لكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات والخطط لا يمكن أن يتم بدون أن تكون هناك قدرات وإمكانيات كأولوية لأن الحق في المياه هذا حق من حقوق الإنسان وهو شيء ضروري للحياة وبالتالي أنا ما ممكن أضعها في الأولويات لورا لا بد أن تكون هي في الأمام الهواء والماء والغزاء ثلاثة ضروريات للحياة لا بد أن نضعها في الأمام إذن نحن عندنا مشكلة أول حاجة فيه موضوع التخطيط لمحطات المياه ذاتها أنها تكون كم وين وأماكنها وكيف أنت ممكن تعمل منها شبكات عشان توصلها للإنسان الحاجة الثانية طبعا المهمة جدا هي أن هذه المياه تصل للإنسان غير ملوثة ودي واحدة من أكبر مشاكلنا الآن لأن أغلب محطات المياه في السودان محطات ضخ وليست محطات تنقية ومحطات الضخ بتشيل المياه زي ما هي سواء كان من بير أو من النيل أو من أي بحيرة أو شيء بتوديه للناس بدون أي معالجة ودي من أخطر الأشياء يعني مثلا قبل فترة كان في تست لمياه منطقة الكلاكلا مثلا في الخرطوم ووجد فيها حديد عالي مثلا مثلا في مياه نيل الأبيض في الخرطوم بتصب فيه مياه مجاري مياه صرف صحي وبالتالي المحطات مثلا الصالحة والمقرن سنعود للحديث عن تلوث المياه بالتفصيل سيد عيسى ولكن دعونا نستمع إلى هذا التقرير حيث يقطع سكان محلية شرق النيل مسافة كبيرة للحصول على القليل من الماء الذي تشوبه ألف شائبة وينفع لأي شيء ما عدا نفعه للشرب لكن عدم توفر شبكات للمياه أصلا في المنطقة على أطراف الخرطوم جعل من الحصول على المياه النظيفة أمرا صعبا للغاية ومسألة مقلقة المزيد نسمعه من أم حسن والسيد إدريس وأحمد ألياس الذين يقطنون في هذه المنطقة موسيقى 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 الله بنعني من مسألة الموية هنا في المنطقة شديد مراحل بنعني معنى 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 يعني إحنا تمشي الشغول تجي تلقى الموية في البيت مع فيه تطلع تاني من البيت تمشي تفتش الموية تفتش الكارو بتع الكارو وقال ليه كان إحنا خلاص نزلنا تجي كان عندنا الكارجاكة دي حسن وقفلها تقريبا سنة سنة وكم شهور أربعة شهور خمسة شهور في الحتة دي يعني أصلا ما شخاله دي أكتر كان مركزين علىها يجيب مننا أموية وإسمه هنا حسن وقفت أصلا ما في أموية يعني شفة ساي كان جاسوفوا منها يجيبوا في الاسم في البيت هناك وقفت الكامل نحن أول حاجة ما عندنا موية حتى الموية بتجينا من مصادر خارج المنطقة بتجينا بطريقة عشوائية نجل ببراميل كوارو حتى الكوارو بتجينا بالموية دي احنا ما عارفنا البراميل دي نظيف وسخانة مصدية الموية صالحة للشرب أو خير صالحة دي نحن تحديدا ما بنقدر نحديدها لأنه نحن ما عارفين أصلا ما صدر جايين من نحن من مين ممكن يوم يكون في موية وممكن يوم 24 ساعة 48 ساعة خالص نحن ممكن ما نشوف موية بيعينا ليلة لأنه نحن ما عندنا ماسورة جنبنا ما عندنا نبير جنبنا ما عندنا صغير جنبنا عشان تجينا منه موية بننتظر الكارو في الشارع نحن ممكن نقيف من الصباح نقيف من الميسا نقيف من الصف نهار عشان نجينا بتحكارو الليلة أنا لمن أشرب لي موية وصخانة أطفالي حتكون على طول نحن عيانين حتكون على طول نحن في حالة سهالات نحن في يعني الموية موبوقة النين ما بعيد منا لكن وين الإمكانية لأنه بتوصل منا نحن دارين إنه الإمكانية كيف إنه تصلينا الموية لازم تجي جيها عشان تقدر تشوف معاناتي أنا وتشوف إنه أنا محتاجة لشنه عشان تقدر توصل لي الموية دي بطريقة سليمة عشان أنا أقدر أضمن صحتي وأضمن صحتي حوالي إحنا في قلب الموية ونحن بنعاني من الموية نحن في المنطقة دي كان عندنا نكارجاكات وهو المدقات بتاعة الموية والمدقات متعطلها تماماً كلها يعني عشان نسلحة ما قدرنا عليها نسلحة والمنظمة ذات العملات ما جاءت راجعة ثانية عشان تسينها والله نحن الموية مجبورين عليها ما متأكدين من صحة تماماً لكن نحن مجبورين عليها لمهم نشربها بتجينا بالكواريو بنشتريها اليوم يمكن البيت يحتاجلولي برميل بتاعة الموية البرميل بكلفة الفينجين يعني أعود لك سيد ردوان يعني هؤلاء المواطنين يجب أن يمشوا آلاف الأمتار للحصول على ماء غير معالج ولا تصل لهم المياه ولا حتى تتوفر لديهم شبكات للمياه في هذه المناطق إضافة لأن هذه المياه أصلاً ملوثة ما تعليقك طيب التغرير شكل من منطقة الشرق النيل منطقة الشرق النيل التي ممكن تقول هي المنطقة التي تبدأ متاخمة للنيل من ناحية الشرقية وتتجه شرقاً بعد كده ثاني يعني ممكن تقول إلى ما شاء الله مسافات بعيدة جداً جداً بدأتكون من بعض الغرة الغرة الصغيرة جداً الماشرة في كل حتة بتكون أقرب للتانية فيها طبيعة جغرافية برضو هي ماء كلما مشيت شرقاً كلما زادت الارتفاع مع مستوى سطح البحر كل المنطقة بتشرب من الأبار يعني ممكن يكون فيها أكثر ما أقل من 800 بيل ولسه في الفترة فاترة تحفر فيها برضو كم و40 بيل ما في مصدر نيلي بغزي المنطقة أصلاً لحد الليلة ولا من أي محطة من المحطات كل الاعتباد في منطقة الشرق النيل من المنطقة التي ذكرت عليك تعتمد على الأبار لما تمشي بتلاقي مثلا الناس بتعلق لنا هي بيتمشي مسافات عشان ما تشيل عشان ما تجيب الموية هي عبارة عن غورة صغيرة في غورة أكبر شوية في غورة أكبر يعني متفاعد التعداد في كل منطقة لما الناس تجي تعمل بي تشوف المنطقة فيها الناس ممكن يكون عايزين خدمة أكبر والقريبين منهم يحاول الخطة المضوعة لحد نهاية العام حتى ترفعت في نهاية العام الماضي في أنه بحلول عام 2025 في نهاية 24 نحن نتوقع أنه منطقة الشرق النيل حسب الخطة الرفانان والدراسات ستقوم محطة كبيرة جدا في منطقة اسمها مدوم متاخمة للنيل ستشيل الموية سترفع فوق وعدها تجري عمل انسياب ثاني قبل أن خطت خطوات جيدة في أن تعمل محطة بوستر في حت إسماعيد بابكل أراد الله ما تم المشروع وكان يغطي جزء كبير من المنطقة فالناس يتعاني في أن اتصل لأن التوزيع بتاع السورس يتوزيع جغرافيا حسب المناطق الفاتحة سيدي سيد مايكل هناك مشاريع تمولها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بشأن ناجحة يعني شاهدنا الآن هذا التقرير والسيدة والأشخاص الذين كانوا معنا في هذا التقرير تحدثوا عن مشاكل المياه وتلوث المياه حتى يعني المؤسف أن أقول أنه من حوالي عشرين سنة قمت بزيارة السودان وزرت عدد من الولايات في السودان ورأيت نفس هذه المشاهد التي رأيناها بالتعو المؤسف أنه الجهود المبذولة كان على الصعيد القطري أو كان المساعدات الدولية لم تأتي بعد بثمارها بشكل واسع حتى نستطيع نقول أنه في أمن مائي في السودان والأمن المائي في السودان لا يتعلق فقط في مسألة مياه الشف مياه الشرب إنما هي تتعلق بكل كل ما هو يعني بالتنمية البشرية من كل الاتجاهات إن كان من ناحية الصحة إن كان من ناحية الأمن الغذائي إن كان من ناحية الصناعة فهناك العديد من الأمور التي يجب الانتباه لإله سمعنا عن عدم وجود المصافة سمعنا عن عدم وجود شبكات الأمدادات للمياه وأيضا بس ما سمعنا بعد عن حصاد المياه من الأمطار وكيفية ترشيد استخدام المياه والحد من الهدر في استثمام مع العلم أنه في عنا ندرة مياه إنما المصادر المتوفرة يتم أيضا الهدر منها وهذا موضوع يجب أن يعالج سنتحدث عن الحلول في الفقرة التالية سيد مايكل ولكن بالحديث عن الأمن المائي نفسه سيد مايكل أغلب منابع المياه في السودان موجودة خارج السودان كيف يمكن للمنظمات الدولية في هذا العمل على أن توجد أن لا تجعل الدول مثلا زي السودان والدول المجاورة لا تدخل في صراع مائي كما يحدث حاليا في سد النهضة مما لا شك فيه أن هناك جدل حول موضوع سد النهضة إنما القانون الدولي واضح بالنسبة للمياه وحصة السودان كما كذلك حصت أي دولة في حوض النيل حصتها محفوظة قانونا يعني في عنا سد النهضة اليوم كان في عنا السد العالي في مصر قبل منها يتم كل ما يكون فيه مشروع جديد يتم الحديث عنه وتعلو الأصوات إلى حين أنه توصل الأشخاص كلها كل الحكومات المعنية إلى اقتناع بأنه ما يتم هو من ضمن الحقوق التي بحق لكل بلد الاستفادة منها المطلوب هو العمل بين الدول بعضها البعض وأيضا العمل داخل الدول من أجل وضع الأمن المائي كأولوية على الصعيد السياسي الحكومي القطري ومن هلالك يتم تسخير القدرات الضرورية لألو حتى يتم بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والجهات المنحة لحتى يكون لنا مشاريع ناشحة يمكن البناء عليها لتوسيع رقعة النجاحات في البلد وللبغية الوصول إلى الأمن المائي سيد عيسى إلى أي مدى يلعب هنا سد النهضة دورا في تهديد الأمن المائي في السودان وخصوصا أنه سد النهضة حاليا الملء الرابع بدأ ومر بدون أي ملاحظات من السودان وبشكل سلس مقارنة بالملأ الأول والثاني شكرا جزيلا أنا والله صراحة في موضوع سد النهضة لست من الخبراء عشان أقدر أدلي بدلو في موضوع التهديد وما التهديد لكن بعتقد أنه إذا يعني ما مفترض أنه يكون عندنا ألا يعتبر مهدد أن يكون منبع الماء خارج حدود السودان هنا طبعا في موضوع السياسة أي منبع خارج الحدود ممكن يكون فيه إذا لم تكن هناك اتفاقات بين الدول ممكن تكون فيه طبعا مشاكل لكن نحن يعني كالسودان إذا لم نحل مشاكلنا الداخلية أول يعني موضوع مواردنا المائية أول صعب جدا أن نتحدث عن ما هو خارج السودان نعم طيب أنقل هذا السؤال لسيد رضوان هنا يعني هل هناك أي علاقة في نظرك بين الأمن المائي في السودان والأمن القومي للبلاد هل تتعاملون مع الأمر في وزارة المياه على أنه أولوية وأمن قومي للسودان والله ممكن تعتبر زعزعة الأمن بتعتبد على تجويد الخدمات يعني إذا أي زول ما لقى خدمة بالأستوى وهو طالبه أي كان نوع علاج تعليم موية كهرباء وطبع مغاومات الحياة البسيطة العيزول ممكن نسمي الشعب السودان شعب بسيط وحاجات مطلعات وذات ما يشيئ ممكن تكون فوق العادة ويعتبر أن الماء عصب الحياة واجعلنا من الماء كل شيء الحي فالناس ممكن تحاول تتجاوز بعض الحاجات مع عدل الموية الموية ممكن تكون في حتة في كثير من العماكن هي مهدد أمن كبير جدا لو الناس بدأت تهدر بإحتجاج العادة موجود الماء ممكن تمثل مهدد أمن كبير جدا لماذا لماذا لا تولي السلطات السودانية مسألة المياه والإجهاد المائي أولوية يا سيد رضوان والله نحن لا نستطيع نسميها إنما ما تديها أولوية أي سلطات تجيب تحاول ترسخ لنفسها بكل الأشياء ممكن ترضي الشعب على وزارة المياه إذا تحدثنا عن حجم الميزانية الموضوعة للمياه في السودان أغلبية السكان إذا الآن اتصلت بأي شخص في الخرطوم سيخبرك أن المياه كانت مقطوعة الآن أو أنها كانت مقطوعة قبل ساعات يعني ما حجم الميزانية وحجم ميزانية إصناع هذا القطاع يلا أنا لو بس حوالت تكلام لك عن هيئة مواد الخرطوم باعتبار المرفقة لأنا بشتغل فيه ممكن تقيس علىها برضك في باقي الهيات والمخصصات الموجودة في باقي الولايات الاعتماد الكل في الجهة الخدمية بيكون جزء كبير منه في التسيير وفي الصيان وفي غيره دي تعتبر من موارد المرفقة نفسه أما المشروع بتاع التنمية والشبكات الحطوط الناجلة مثلا زي ما تقولي إنشاء المحطات الجديدة دي عادة بيتم تمويله من وزارة المالية الولايية اللي بتتبع عليها نفسها وبيتم أشياء معينة من وزارة المالية الاتحادية باعتبار أنه في تمويل الاتحادي بيطلع في كل سنة وفي تمويل الولاي بيطلع في كل سنة التأثر في كل واحد من ذلك بأثر على التاني لأنه إذا قيت زوننا في أزدك بأربعة حتطر تستمر حد ما يزوننا في أزدك واحد وثلاثة وده من ضمن المعاوغات الأساسية في الخططة الاسترادية لتنفيذ أي مشروع التانموي ممكن يخدم الولايات بمد مائي نظيف بمستوى كبير إرضي الناس بتلقى فيه فغارات كثيرة جدا جدا أغلب الضعف المالي أو عدم السادات في وقته أو تأخير لكن خلاف كده بتلقى أنه كوادر معدات مصادر الليل ما شاء الله عليه الأبيض والأزرق زائد النهر الليل نفسه ينتماش شمال الخرطوم كمصادر موجود بتحصل بعض المعاوغات البيت البيت تأصل في الشحنية جاءت من الليلة وبعد بكرة قطعت يومين أو قطعت ثلاث يوم تأكد أنها تحولت لحتة ثانية عشان تسجزول عشان يوم هو يشرب وده برجع لكلام القبيل بتعدي الناس فيه عندها مشكلة بتاعت ضماند عالي وكسافة سكانية عالية وصوص ممكن يكون إمكانية محدودة جدا طيب ابقوا معي ضيوفي الكرام كاميرا بين نيلين من الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة والتي يتعرضون لها إضافة إلى ارتفاع قيمة الفواتير بهذا الشان المزيد في التقرير التالي يلا طفحة سيقول لك مقلبه الحارسي من الموية حق تكون وفي عملاح يحو برضو من مويتنا عين في اليوم نخطر 2003 بس موية وسبب لنا فبرضو فأمراض كثيرة مثل كيلة وأملاح لكي نوفر موية يلوى لنفسه موية جوائنا من الصحافة الجوز كبيرا بخمسمائة ولا تلتمائة جيني والله ميزانية بالمناسبة أول حاجة ظروف الميشة والله يصابة بأن الموية بتانا ما أصالها حتى عزبت لنا الدكاترا بكل أنواع المستشفيات بأن مويتنا جيرية بعد دم عدومة رغم أن بين بحرين الأبيض لا أدرك ما يفوت إلى 10 كيلو 15 كيلو مصادر المياه هي آبار جوفية وللأسف ما في بيرو واحدة موية صالحة للشرب خلينا نقول كندا بصريحة العبارة المياه كلها مالحة ومع ملوحتها هي ما موجودة بحدي ذاتها حاليا الماء بين قوسين بين بحرين ونحنا ما عندنا موية والموية ذاتها ما صالحة المعصورة كان يجب موية ومعصورة براوة موتر وقعان تقوم نسلل الموية الموية ذاتها وقد نقبل نصبر ميل كثير عندنا نيل هنا بيجاي النيل اللبي ونيل لذلك بيجاي بالرجلين ما بعيد ومنشرب موية 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 طوالي بنعاني تشوف عبشتكو من مجال كيلو ومن الالتهابات طوالي من مجال الموية يعني الموية ما صحية لا يوجد عسل أنا ما يندي موية أمشي عدفة يشيل مني بتاعة كهرباء وأنا نفس لا يندي موية والله بعد مراتنا وقعدوا اليوم كل يزول بقوا موية عشان يعني ما هي الحلول التي يمكن أن تقدمها المنظمات الدولية للتخفيف من عبء هذه المشكلة أعتقد أنه بالدرجة الأولى المساعدة على وضع سياسات حوكمة ناجعة أنا أعقب على كلام سبق وذكره السيد عيسى أنه السودان ليس بحاجة لخبراء دوليين بالمجالات التقنية أنا تدرجت مع زملاء من السودان وبعدين لما صار عندي مسؤوليات كبيرة استعنت بخبراء من السودان بأماكن عديدة من المنطقة وما لقيت أنه في نقص بالخبراء بالسودان إنما النقص في القرار السياسي أنه تكون مسألة الأمن المائي هي أولوية هي الأولوية أولى أولويات السودان لحتى تتسخر لإلى كل الطاقات الموجودة ويتم الطلب من الوكالات الدولية وضع سياسة موحدة يعني ما يكون كل وكالة دولية مثلا عندها سياسة منفردة قد يكون مع أحد الوزرات في السودان يكون الوزرات كلها عندها سياسة عندها أولوية وحدة ويكون الوكالات الدولية كلها كمان يتم طلب مننا لتوضع سياسة وحدة تتماشى مع الأولوية الوطنية لحتى الموارد التي يمكن استثمارها تكون تستثمر بالأماكن الأكثر استحقاقا والتي ممكن تعطي نتيجة يتنطع عنها نجاحات ممكن تساعد لنشر هذه النجاحات في السودان سيد عيس سأنقل لك هذه النقطة ما هي الجهة التي يجب أن يستثمر فيها ليحدث نجاح سريع في هذا القطاع أنا بالرأي أنه زي ما قلت في الأول موضوع المياه لا ينفصل على الآخرين يعني مشكلتنا الرئيسية ليست المياه نفسها لكن مشكلتنا الرئيسية الإرادة السياسية زايد الحوكمة وده كلمة مفتاحية أو قضية مفتاحية زي ما قال الخبير بارك الله فيه موضوع الحوكمة هو الأساس لأن حتى الاتفاقيات الدولية والدعم الدولي اللي بيجي للسودان ما بنستفيد منه ليه لأن عندنا خطط لكن حتى الناس اللي يمشوا عشان يفاوضوا ولا عشان يقدموا ولا ما هم درجة أولى في الموضوع مش كده وبس يعني الإرادة السياسية زايد بتاعة الحكومة أنها تستثمر في هذا الشأن كأولوية غير موجودة أنا شخصيا أعتقد أنه الموضوع ما موضوع إمكانيات نعم موضوع الإمكانيات هذا عبارة عن شماعة المواطن بيدفع رسوم للمياه تكفي لتطوير المياه في كل السوداء لكن المسألة مرتبطة بالمياه بس المياه والاتصالات والكهرباء والجبايات التي تأخذ المحليات في كل هذه المجالات المواطن بيدفع فلوس تقيلة جدا وكثيرة جدا تكفي لتطوير هذه الخدمات ولكن هذه الفلوس أو هذه الرسوم بتمشي لأمور أخرى يعني أنا عندي مثال بالنسبة للنفايات مثلا سألت مثلا محلية الخرطوم يا أخوان أكبر بند عندكم للإيرادات شنو قالوا النفايات وأكبر بند للصرف ما هو النفايات بل أصغر بند للصرف هو النفايات يبقى معناته فلوس النفايات بتشال النفايات وبتصرب في حاجة أخرى فلوس الموية بتشال الموية بتصرب في حاجة أخرى فلوس الكهرباء فلوس الاتصال وهكذا أنا متأكد أنه لو 10% بس من إيرادات كل خدمة بتمشي للتطوير كنا الآن في وضع أفضل بكثير لكن للأسف الفلوس ما بتمشي في أماكن الصحيحة لأن أساسا الإرادة السياسية للتطوير ما موجودة والحوكمة عشان أنت تطور بطريقة صحيحة يكون عندك الكوادر في أماكن الصحيحة من ناحية إدارية برضو ما موجودة ولذلك الموضوع ما موضوع تأموية وما موجودة وتلووسة الموضوع الأساسي هو الإرادة السياسية والحوكمة نعم طيب ما هي الآثار هنا يا سيد مايكل يعني هو تحدث عن أن هناك قرارات يمكن أن تكون هناك دراسات هناك مشكلة حوكمة مشكلة إرادة سياسية ما هي الآثار هنا التي ستترتب على السودان وعلى إقليمه حتى في كل يعني الآثار هي ما نشوف من المواطنين حسب الريبورتاجات التي بسيتها بحلقتك اليوم إنما ما يمكن القيام به هو ممكن الاستعانة بالقطاع الخاص ليكون فيه شراكة مع الكطاع الخاص إن كان كطاع خاص شركات سودانية أو شركات دولية ليتم الاستثمار بوضع مضخات لتكرير المياه وإنشاء شبكات لتوصيل المياه شرط إنه الدولة تضع المعايير يعني نوعية المياه التي يجب أن تصل للمستهلك السوداني وكلفة المياه للمستهلك هذه تكون ضمن دفتر شروط على أجهات الدولية أو المستثمرين من الكطاع الخاص هن يقوموا بإنشاء محطات التصفية وتكرير المياه وشبكات التوزيع وهيك نكون ما فيه التزام مادة كبير من الخزينة السودانية خزينة الدولة السودانية إنما يتطلب الأمر قرار سياسي جريء إنه موضوع المياه يجب أن يحل مسألة إنه كيفية توصيل المياه يضع دفتر شروط بأعلى الميزات ومن ثم تلزيمة للجهات من الكطاع الخاص المحلي والعالمي أو شراكة عالمية محلية لوضع هذه وممكن نتنحل المشكلة بهذه الطريقة نعم سيد ردوان سيد عيسى تحدث عن أن المواطن يدفع تكاليف هذه الخدمة التي يمكن أن تصلح القطاع الخاص وتجعله قطاع يعمل بكفاءة ما الذي ينقص طيب هل المشكلة هو تحدث أيضا عن مشكلة حوكمة تحدث عن مشكلة إرادة سياسية ما هو الحل هنا سيد ردوان والله دكتور عيسى ممكن يكون لمس أطراف بكلامه فيها حقائق كبيرة جدا في أنه يعني المشكلة هي أطراف سياسية أطراف مثلا هي باعتبارها ما هي خاصة وما مخاصة شغالة بتحت مزلطة الحكومة نفسها المبالغ التي تدفع لحد اللحظة الحالية مقابل الخدمة القاعدة تتقدم لازمة لارتفاع تكلفة الانتاج المياه عندنا في الهيئة إنها عالية جدا جدا يكاد يكون المساهمة أنا بسميها مساهمة لأنه أقل بكثير من تكلفة انتاج المياه عشان تصل للزول لحد ما صورته سواء كان 8 ساعات في اليوم أو 10 ساعات في اليوم وكثير جدا من الأماكن بيستمتعوا بـ 24 ساعة في اليوم مو متواصلة ضيفة على كمية الهدر أثناء ما اتصل للزول كان فيها نسبة الماوية الممكن يكون فيها أصلا التحصين ما 100% لكن الفئة أو التعرف الموضوع حاليا وبعد ما اتزادت والناس بدت تتقبلها السودان مغارنة بباقي الولايات برضك في مستوى متدني مغارنة بمعدل استهلاك أو بمعدل تكلفة إنتاج المياه في الولايات سيد عيسى أنت من يقولون بأن يجب العاصمة عاصمة السودان الخرطوم أن تنتقل إلى مكان آخر حدثنا عن هذه الفكرة شكرا جزيلا أنا ما أعرف من وين جبت الفكرة لكن هي قديمة أنا كنت قدمت محاضرة قبل تقريبا خمسطير سنة وذكرت فيها أن إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات واحد اثنين ثلاثة أربعة ستضطر في يوم من الأيام إلى نقل العاصمة مثل ما فعلت نيجيريا النقلة العاصمة من ليغوس إلى أبو لأن الوضع الذي خل نيجيريا تنقل العاصمة من ليغوس إلى أبو أصبح مماثل الآن في السودان وهو إنهيار الوضع الصحي وإنهيار الوضع الصحي تم نتيجة لإنهيار البنيات التحتية للوقاية من المرض أو الوقاية خير من العلاج نحن 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 الآن لما نتكلم عن الصحة في السودان للأسف الشديد الناس تفكر طوالي في المستشفيات والأدوية والأطباء والمختبرات ولكن لا أحد يفكر في موضوع صحة البيئة التي هي الأساس وصحة البيئة أهم ما فيها هو جودة الهواء وجودة مياه الشرب وجودة الغزاء وإدارة النفايات والصرف الصحي الخمسة ركائز الأساسية للوقاية من المرض ولصحة البيئة أنا ما أتفق مع أخي رضوان في موضوع الرسوم لأن الحكومة رافعة التكلفة بتاعت الانتاج مضخمها بأشياء هي عاملها يعني تكلفة الانتاج المياه ما يفتقون عالية بالطريقة لو كان في سياسات مشجعة لأنك تجيب الأجهزة والمعدات بتاعت المياه بصورة مخفضة بصورة ما فيها جمارك عالية ما فيها ضرائب عالية ما فيها بالطريقة كان ممكن تكون هي كافية بالنسبة لرسوم المياه الحاجة التي قال السيد مايكل الذي هو موضوع أنه يدوها للقطاع الخاص القطاع الخاص عشان يشتغل في المياه أو في الصرف الصحي أو في النفايات لا بد أن تكون هناك حوكمة ومنظومة حكومية مؤهلة للتعامل مع القطاع الخاص يعني شنو مؤهلة يعني يكون عندها تشريعات وسياسات ومواصفات معروفة وعندها كوادر قادرة على أنها توقع مع القطاع الخاص اتفاقيات أو عقود تكون مفهومة لديه ويقدر يحاسب ويراقب وده ما موجود الآن ما موجود ما موجود الكلام يعني في شركات كثيرة جان أعتقد أعتقد سيد مايك لديه تعليق ممكن يعني تعقيبا على الذي تفضل وقاله الاستاذ ردوان مشكور أنه هناك الوكالات الدولية ممكن تدي الاستشارات اللازمة ومواكبة السودان في التعاطي مع الشركات الدولية وخاصة بما يتعلق بالقوانين الدولية ليكون في عقود لإدارة مرافق عامة داخل السودان كما داخل أي بلد تاني إنما السؤال اليوم هو بغض النظر إذا كان الكلفة عالية بالنسبة للمواطن والكلفة متدنية أو مساهمة متدنية بالنسبة للإدارة المعنية للمياه بالسودان المواطن لا تصله خدمة جيدة والاستمرار بالقيام بعمل غير منجح هو قمة العبسية لذلك يجب الاتجاه نحو إمكانيات أو حلول جديدة من شأن أنه يكون في إفادة منا إلى الكطاع الخاص وبالدرجة الأولى الإفادة إلى المواطن بحيث أنه يكون عنده صحة أحسن نعم يكون قدرة الأولاد على التعلم أفضل ويعيشوا ببيئة نظيفة وهذا بأثر على كافة الأجندة لتنمية في السودان طيب سيد سيد رضوان ما الذي يمنع هنا طيب أن يكون هناك دراسات أو تكون هناك جهود متكاملة تستوعب مشكلة الأمن الماء في السودان والمشاكل التي تهدد الأمن الماء في السودان طيب والله ردنا على اللخ ماكل مشكور على المتابعة الدقيقة والنقاط الجوهرية ممكن تحل المشكلة الكلام الذي قال منه أصلا الناس عمرت به قبل فترة من 2007 وجربت بأنه استعانت بشركات خارجية بل بالعكس نفس الشركات مع التمويل بتاعها وأنشأت واحدة من المحطات العظيمة جدا وكبيرة شغالة بكفاءة ومتازة جدا جدا واتحت إدارة الشركة الجابة المحطة نفسها وأنشأتها إلى تاريخ اللحظة بتغطي جوزه كبير من منطقة تندرمان بنسبة مواياس بتاع 30 ثاني وفي الوقت الحالي حاضر فبالنسبة لنا حسنا في الوقت الحالي ما في أي مانع من أي استعانة بل بالعكس عندنا مبعوثين وناس جاهزين الماليين والفنيين والناس البيوت الخبرة حتى الاستشارين ينفذون لنا في أنهم لا لديهم أي مالع من أي تعامل مع شركات شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام كان معنا المستشار في هيئة مياه ولاية الخرطوم السيد ردوان يوسف وأيضا كان معنا الخبير البيئي دكتور عيسى محمد وضيفنا في الاستوديو المدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للابتكار مايكل الحاج استفساراتكم على عنويننا الظاهرة أمامكم في أسفل الشاشة كما يسعدنا أن تنضموا لنا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي طبتم وطابد أوقاتكم وألقاكم في حلقة أخرى وحتى ذلك الوقت أستودعكم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة